دي الاربع وصفات اللي احنا هنقدمهم ليكي النهاردة هنقولك كل واحدة مكوناتها وحنستعملها ازاي عادة برضو احنا لما بقى فيه معانا وصفات بتبقى الوصفات دي مثلا مرتي في الاسبوع ثلاث مرات في الاسبوع بيبقى الاربع لكن الوصفات اللي معانا كل واحدة لها حاجة لوحدة هنبتدي بالوصفة الاولية ده اسمه فازلين اوكي اهو انا عايزة بس الكاميرا تجيبني او سمحتو علبة بنجيب علبة بصيدلية علبة حنستعمل علبة اهي وزيت لوز وزيت خروة وجلسرين طبعا الجلسرين بصيدلية برضو بنعمل ايه قاعدة الجلسرين ده اخر حاجة ناخد نص معلقة زيت خروة كبيرة ثم معلقة ونص زي ما هما جايبنا بالزبط رابوا عليكم زيت لوز كبيرة وناخد معلقة جلسرين وعليها فازلين نحط بقى كده والصبع انا هعمل ايه يغطي طيب بنعمل بقى ايه كده تعودي بقى ايه تقليبي فيه لحد ما يترى ايه 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 المنطقة الغمأة في الجسم اللي هي المنطقة الحساسة الغمأة في الجسم ونحطها على المنطقة دي لمدة ساعة بعد ساعة عندك اولا ده مفيد جدا 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 للجسم عندنا اختيارين يا بنشطفه بمية فترة يا بنثيبه وهو بيفضل ان احنا نسيبه النتيجة بتظهر بعد خمسة ايام فقط لغير من استعماله لكن المهم جدا لو احنا حن نشطفه انه لازم يقعد على الجسم او على المنطقة اقل وقت ساعة ساعة كاملة وانا بقولك يعني نصيحة انا ده طول النهار بستعمله على شفيفي وعلى ايدي وعلى بعض عمل عضافري وحاجات كده ان احنا ما نشطفوش يعني لو انت مش خارجة او حاجة او كذا ما تشطفيش لكن لو احنا خلاص هنشطف اقل وقت ساعة نتيجة بتبين بعد خمسة ايام دي كانت الوصفة الاولى الوصفة التانية بس عايزة اوسع لنفسي طيب منجيب المياه الاول مياه قليلة جدا ماشي وبعدين نجيب معلقة تانية ونجيب السكر معلقة سكر ونعمل ايه الاول ندوب السكر في الماء بريد قذيبي كده لحد ما يدوب بخالص تبقى مياه بسكر وبعدين نحط نص كباية بودر التالج عليها وثلاث معالق زيت زتون نخلطهم بالشكل ده بس عايزة بتأكد بعدين تحطي كباية ميت ميت وارد اهو بعد ما بتخلطيهم بنحطهم على النار لحد ما تدفع ايه وهي تسيبيها تسخن عشان هتلسع جلدك وبعدين هنحطها على المناطق المناطق ايه المناطق دي المناطق الغمقى لمدة من ساعتين لاربعة بصوا انا دي مش نعمة زي ده ليه بقى لانه ده بيتفرق يعني طبعا انا للأسف انا ما سخنتش بس المفروض ده بعد ما بيسخن بيمسك نفسه شوي فاحنا بنطلع نحطها على المنطقة يعني هنفطلت هنا مثلا هنحطها ونقض نفرق من ساعتين لاربع ساعات وبعدين نشطف بماية فترة التالتة الوصفة التالتة زيت جلسرين ولمونة الوصفة دي مش اللي بشرتهم حساسة الوصفة دي بعيدا تماما عن الناس اللي بشرتهم حساسة وبتتعور وبتعمل حاجاته والدم بيجلق قالص دي لأ البشرة الدهنية أو البشرة عادية حطوهم على بعض تقلبي تقلبي كده اهو حطوهم كل يوم على المناطق الغمئة لمدة اسبوع تقلبي اهو الوصفة دي تقلبي 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 اهو لمدة اسبوع وبنصفها لانه يعني اللمونة القدم هو مفيد جدا للبشرة لكن احنا في الصيف فالموضوع ممكن يبقى شائك فممكن يلهب البشرة اخر وصفة مشاهداتي عزيزة زبادي معلقة زبادي ومعلقة الطحينة ومعلقة ديتاتون طيب تحطوهم على بعض نقلب ودي تتعامل مرتين في الاسبوع لو احنا منكسلين نحن نعملها كل يوم من المفروض انه دي بتجيب نتيجة بعد 15 يوم برضو زيها زي تاني وصفة تاني هقول ان وصفة اللمون اللي عندها بشرة حساسة ما تستعملهاش اول وصفة ورابع وصفة هي الوصفات اللي بابا بيستعملوها دلوقتي في الخارج لتفتيح مناطق البشرة من غير كيميائيات فايدة الوصفات مش وصفات هيو بس احنا ما بنخترعش على فكرة احنا يعني لا نخترع تماما وما عندناش اي كردت في الموضوع لكن فايدة الوصفات وعيب الوصفات عيب الوصفات ان هو ان هي بتاخد وقت شوية يعني لو جايبك كريم يفتح البشرة او كذا او بتاع هيبقى سريع لكن الفايدة بتاعت الوصفات ايا كانت هي سويا في برنامج هي وبس او في برامج اخرى بحتلم طبعا كل الناس الفايدة ايه انه هي سليمة هي زي ما بيقولوها بالانجليزي سيف يعني امنة وبتوفر جدا وسريعة جدا في تحضرها مش هقعد اكلامة سعودية ولا انت لالف عليها ولا كذا ولو ما نفعتش مش هتضر ابدا ده اللي افعادكم بيه مشاهدتي عزيزات قدمنا الوقتي اربع وصفات لتفتيح المناطق الحساسة الغمقة اللي في الجسم